باجتماع مجلس الوزراء المصري واللي بينعقد كل يوم أربع النهاردة الاجتماع سيطر عليه وبشكل واضح جدا وطبيعي الحقيقة هي أزمة صد النهضة حيث ناقش مجلس الوزراء تقريريني من وزيري الري ووزير الخارجية أيضا وزير الري تحدث عن الجولة الأخيرة التي كانت تتعلق بالمباحثات الفنية حول وضع استد وحول المكتب الفني الذي كان مخولا بإعداد دراسة مبدئية حول هذا السد هذا التقرير قبلته مصر ورفضته كل من إثيوبيا والسودان الأمر الآخر أيضا هو استماع إلى تقرير من وزير الخارجية المصري حول الأبعاد السياسية لهذه الأزمة والخيارات المطروحة لكيفية التعامل معها بيان مجلس الوزراء أكد بشكل واضح أن مجلس الوزراء يبحث كافة الخيارات وينقش الأمور الفنية المتعلقة بهذا الأمر ده الخبر كما جاء فيه بيان مجلس الوزراء بس خلنا نتكلم في موضوع استد النهضة لأن الموضوع ده ناس كتيرة جدا متكلم فيه دلوقتي والحقيقة النتيجة اللي احنا وصلنا إليها النهاردة ليست نتيجة مفاجئة لمن يتابع هذا الملف منذ فترة طويلة يبدو دائما أن إثيوبيا غير عابثة أو غير مهتمة عابثة بكل المواقف التي يتم اتخاذها فيما يتعلق به هذا استد احنا مصر كان موقفنا منذ اللحظة الأولى أننا نحترم ونقدر حق الدول الأفريقية وخاصة إثيوبيا في مسألة التنمية الاقتصادية من حقها أن هي تبني سدود ومن حقها أن هي تفكر في التنمية الاقتصادية ولكن دون الإضرار بمصالح دول المصب اللي هي مصر والسودان ده كان موقفنا الثابت منذ اللحظة الأولى ودخلنا فيه كل الخطوات اللي صرنا بيها بشكل واضح جدا من أجل تحقيق هذا الهدف التقرير الفني اللي عملته اللجنة كان بيتكلم بشكل واضح جدا عن الضوابط الخاصة بملء السد وكيفية إدارته وتشغيله المشكلة الكبيرة أن لدى دول المصب مصر والسودان وأنا هتكلم عنهم لما كانوا قتلة واحدة مخاوف من أن يكون هناك ضمانات كافية أن السد ده يكون هيتم ملقه بشكل كويس ما يقصرش على حصتنا من المياه أن إدارته هيتم بشكل جيد أن بناءه هيبقى بكافة المواصفات الفنية حتى لا قدر الله لا تحدث أي كارثة تؤثر على الدول بشكل جمعي المشكلة عندنا في مصر الآن أن هذه القضية هي قضية أمن قومي مصري وقضية الأمن القومي المصري تبقى محسوبة علينا كلنا ونبقى كلنا مفترض في قضية من هذا النوع أن نكون في خندق واحد ليه بقولي الكلام ده؟ لأنه ليس من مصلحة أحد المزايدة أو محاولة تحميل النظام الحالي المسئولية السياسية ومحاولة تحقيق مكسب سياسي من ذلك لأن الحقيقة هي القضية مش أنك هتكسب نقطة على حفاب هذا النظام لكنك هتخسر نقاط كثيرة فيما يتعلق بهذه القضية تقولي الكلام بشكل أوضح وبشكل أكثر صراحة قضية سد النهضة هذه القضية ليست وليدة هذه الفترة ولا وليدة هذه السنوات الأخيرة ولكنها قضية قديمة تعود إلى خلل كبير في السياسة الخارجية المصرية في أواخر التسعينات وبداية الألفين ليه بنقول هذا الكلام؟ لأن في عهد مبارك في السنوات الأخيرة قل أو ضعفة الدور المصري في أفريقيا وكان التوجه في دوائر السياسة الخارجية المصرية ناحية الدول الغربية مع إهمال أفريقيا ليه بقول الكلام دا؟ أنا ما بقولش الكلام دا علشان نحمل نظام مبارك ونعفي نظام الرئيس السيسي ولكن احنا بنقول وفقا للتحليلات الموجودة هل النتيجة اللي احنا وصلين إليها النهاردة هي وليدة الأربع سنوات أو الخمس سنوات أو الست سنوات أو العشر سنوات الأخيرة؟ الإجابة لا هذا يعني تاريخ طويل لأن احنا للأسف الشديد لم ندرك التغير الكبير الذي حدث في أفريقيا أفريقيا الستينات في عهد عبد الناصر عشان الناس اللي بتقول وفين بقى عبد الناصر وليعود عبد الناصر أفريقيا الستينات غير أفريقيا 2017 و15 و16 و20 ليه؟ لأن أفريقيا في عهد عبد الناصر كانت مسألة مسندة مصر لحركات التحرر والاستقلال بتبدي لمصر دور كبير جدا بيخلي الأفرقى مرتبطين بنا بمصالح قوية للغاية السنوات الأخيرة تغيرت المعادلة في أفريقيا لم تعد قضية الاستقلال أو قضية التخلص من الاستعمار ولكن القضية بقت مصالح اقتصادية ومالية معقدة للغاية ورغم أن نظريات المؤامرة هي من النظريات اللي مش لازم نستحضرها في كل الأحوال لكن ما حدث في قضية سد النهضة تحديدا يمثل أركان المؤامرة من دول عديدة دعمت إثيوبيا ضربا لمصر في هذه القضية عشان كده بنقول بشكل واضح جدا أن القضية أننا نبحث الخيارات ونحن جميعا في نفس الخندق ليس من المفيد أن يكون الاستقطاب سواء المؤيد للنظام أو المعارض له بيلعب دور في هذه المسألة المفترض أننا نحيد هذه الأمور جانبا صوت العقل يقول أننا نبحث في خياراتنا بشكل حقيقي وبشكل يعبر فيه عن الضمير الجمعي المصري ليس انتصارا لأحد ولا تقليل ولا تحميل مسئولية لأحد آخر أو لطرف آخر القضية إزاي نفكر بالعقل في قضية تمسة حياتنا كلها زي ما قلت الحضرك ولو فيه حد عايز يحمل حد فاتورة سياسية طب حمله زي ما أنت عايز لكن النتيجة إيه؟ النتيجة هتبقى خسارة للجميع علشان كده إحنا محتاجين نفكر كمان بشكل عقلاني قوي لأن أنا ساعات بسمع موجات كده لتسخين وشحن الرأي العام ببعض الأمور اللي تبدو خيالية إلى حد بعيد لا إحنا لازم نكون ناس عمليين نفكر إحنا بنمتلك أوراق إيه للضغط على إتيوبيا نفكر إيه الحلول الممكنة خلاص هيعمله أستاذ إحنا ما نقدرش نمنع حد إنه هو يفكر فيه تنمية موارده الاقتصادية لكن نقدر نقوله من فضلك عايزين ده وفقاً ليه الضوابط الأتي إيه المسارات وإيه الخيارات اللي إحنا هنمشي فيها ده بيتحملوا صانع القرار أو الحكومة زي ما هي كانت بتبحث النهاردة هذه المسألة بكرة هنفتح هذا الملف بالتفصيل لأن هذا الملف هو ملف يهم المصريين كلهم